النهاردة يونجا كلوب بينتقم من صلاح اللي هو ايه؟ صلاح انت عدك نونز انت عدك سبوزلاي انت عدك كانوتين تعدك كل اللعيبة اللي كانت موجودة اللعيبة الكبار اللي موجودة في الفريق اللي كانوا موجودين في مباراة ايفرتون في مباراة الديربي اعادهم عدك التلاتة اللي هم نونز وكوناتيوس سبوزلاي دول ينفع يعودوا عدك صلاح لا طيب لأ ليه عشان انت بتحبه كريم مثلا عشان حكام الصين بنحبه وهاجيلك على الجزاء دي بالمناسبة لأ تعال بص على قائمة هدفي ليفربول في بريميال ليج الموسم ده هتلاقي مين في الصدارة محمد صلاح 17 جول محمد صلاح 17 جول واللي بعديه فرق 6 هداف نونز 11 هدف فاللي هو انا نجمل فرقة انا نجمل فرقة بعد كده يجي بقى دياج وجود تابع 10 اهداف ويجي بعديهم لويس دياس بتامن اهداف فدي يعني صلاح بعيد بعيد عن الكل يعني بالمناسبة يعني صلاح ما لعبش مباركات كتيرة عشان كاس الأمم والإصابات فأنت عندك مشكلة طيب مين أكتر لعيبة عاملة صناعة اهداف في ليفربول الموسم ده في البريميال ليج مين اللي في الصدارة محمد صلاح 9 أسست يعني هو الهداف بتاع الفرقة هو أكتر لعب بيصنع اهداف في الفرقة ويجي بعديه دارون نونس بتامن اه صناعة اهداف أو أسستات فأنت تتكلم في ايه بجد يعني ليه هذا التعنط المفاجئ من يرجع كلامها محمد صلاح في مشكلة طيب سيبك من أرقام محمد صلاح مع ليفربول السنة دي محمد صلاح بقى في البريميال ليج الموسم ده عامل ايه محمد صلاح لعب 29 مباراة مسجل 17 وعمل صناعة 9 يعني 26 هدف مشارك فيهم من أصل 29 مباراة بنسبة تقترب من المئة في المئة أو بهدف كل مباراة صناعة الفرص المحققها يعني 21 فرصة تمريرات الحسمة عنده تمريرتين فاصل 2 في كل مباراة تمام دي أرقام محمد صلاح اللي بقول لحضراتكم هاي تعالي بقى بص محمد صلاح مثلا هو نعتبره مثلا أحسن الوحشين في ليفربول يعني مش حلو بس عشان اللعبة اللي تانية سيئة فهو كده جامل طيب محمد صلاح الأرقام اللي بدنا بحضرتك دي أعيدها تاني بس عشان نجيلك اللي بعده 29 مباراة 17 هدف 9 صناعة هدف يعني 26 هدف مشارك فيهم من أصل 29 مباراة لعبها يعني بمعدل تقريبا هدف في كل مباراة دي الأرقام بتاعته صناعة الفرص بقى صنع كم فرصة 21 فرصة افتكي الأرقام دي معايا تاني بلاد حاسمة 2.2 لكل مباراة هاتلي بقى أرقام هالند الموسم ده هالند لعب 26 مباراة سجل 20 هدف صنع خمس أهداف صناعة الفرص صناعة الفرص 6 فكين محمد صلاح كان كم؟ تاني بلاد حاسمة 1.1 لكل مباراة كان محمد صلاح 2.2 يا محمد صلاح صناعة الفرص كان بتخطي 20 فرصة في تاني بلاد حاسمة 2.2 يعني بيساعد الفرقة بجانب إن أهداف وصناعة إلينج هالند أو بص صناعة فرص محمد صلاح 21 تاني بلاد حاسمة 2.2 محمد صلاح تقريبا بيسجل أو بيشارك في هدف في كل مباراة نفس الأمر هالند بس يتفوق صلاح في صناعة الفرص والتاني بلاد حاسمة فأنت مدرب عندك محمد صلاح اللي الفرقة جنبه كلها أنا آسف بيزة وعمل الأرقام دي هالند الفرقة اللي معاه بتطلع نار مع كيفين دي براين مع رودري مع برناندو سيلفا مع على الشمال دوكو مع جريلش مع ووكر معاه يعني بص يعني عد بقى وما تخلص عد فرقة فرقة يعني فرقة متوحشة فأنا بعمل الأرقام دي كلها وبتعادن على الدكة بتطلعني برد التشكيل لقى بفيه تعنط عندك مشكلة هتقول لي يا كريم يعني أنت عجبك اللي عاملهم صلاح النهاردة هرجع تاني وأقول لك شوف أنا بلوم على كلوب من ساسه الراسه بس صلاح النهاردة غلط غلطة كبيرة أنه حتى لو متدايق ولحق أنه يتدايق ما ينفعش أبدا يتعصب على المدرك دي القاعدة على كل اللاعبين وكل الأساطير اللي في العالم بس يورجن كلوب ظالم يورجن كلوب عنده شخصان في الأمور مع صلاح لسان مش معروف بالمناسبة يعني يورجن كلوب على مدار مشواره مع ليفربول ومع صلاح كان أكبر داعم لصلاح ترجمة نانسي قنقر